اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صد الأقلام نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العرقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في أهم العنوين موقع الهيئة نت هيئة علماء المسلمين توجه رسالة مفتوحة في الذكرى السادسة عشرة لاحتلال العراق صحيفة البصائر ميليشيات الحج الشعبي تهاجم من يطالبها بالانسحاب من مناطق انتشارها الزمان نائم يشكك بنزاهة صرف الأموال المخصصة لنزح الموصل المدى سجون البصرة تكتظ بمدمني المخدرات في ظل غياب مراكز التأهيل العربة اللندنية الجزائر تدخل رسميا المرحلة الانتقالية البرلمان يعين عبدالقادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجلال الخليجة الإماراتية السودان عسكريون ينضمون الاعتصام المعارضة ومحاولات جديدة لفضل الحياة تأيران تصعيد كلامي ضد أمريكا وتعهد بمحاربة قوتها في المنطقة لا تختلف الذكرى السادسة عشرة للغزو الأمريكي البريطاني هذا العام عنها في السنوات السابقة بالنسبة للعراقيين لجهة استمرار ارتفاع عداد الضحايا وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مقابل تبدلات سياسية ليغيب مصطلح التحرير الذي استعملته قوى سياسية لسنوات وتحل مكانه عبارة إسقاط النظام أو أحداث 2003 ووسط تغول إيراني كبير في الساحة العراقية يترافق مع حراك لإخراج الأمريكيين من البلاد هذا ما أشار إليه عثمان المختار في صحيفة العربية الجديدة ككل عام يستمر عداد الضحايا بالارتفاع على مختلف الأصعداء ففي بلاد مثل العراق لا يعني مصطلح الضحايا فقط القتلى أو المصابين من أعمال العنف بل إن أرقام الأمية وتفشي المخدرات والفقر والبطالة والجريمة المنظمة مازالت تتصعد وسط شلل شبه تام في القطعين الصناعي والزراعي وفشل معلن في قطعات الصحة والتعليم والخدمات كالكهرباء والمياه بشكل دافع إلى تفجر احتجاجات جنوبي البلاد وإلى جانب استمرار ظاهرة تغول سلطة الفصائل يبرز الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بمرض السرطان بين سكان الجنوب خصوصا البصرة وكذلك الفلوج غربي البلاد كأحد التحديات الجديدة التي يواجهها العراقيون ووسط الصراع سياسيا غير مسبوك بين حلفاء الأمس وتغول إيراني بدى واضحا أكثر من أي وقت مضى عبر حزمة الاتفاقيات التي وقعتها بغداد منتصف الشهر الماضي مع طهران يرافق الذكرى هذا العام حراك قوى سياسية ومسلحة لإخراج الأمريكيين عبر قانون تعكف أربع قوى على كتابته من بينها ثلاث دخلت بحماية الأمريكيين إلى العراق في مثل هذا اليوم من عام 2003 وهي حزب الدعوة ومنظمة بدر والمجلس العالي الإسلامي في مقابل مساع من واشنطن لإجهاض هذا الحراك عبر أوراق لا تبدو كثيرة أو فاعلة إلى حد بعيد الكاتب يقول أن مصطلح التحرير الذي كان يستعمل حتى سنوات قريبة من قبل كوتل وأحزاب وقوى سياسية قريبة من إيران بات اليوم وبعد 16 عاما على لسان القوة نفسها ذكرى إسقاط النظام أو التغيير أو عبارة أحداث 2003 مع تجنب عبارة التحرير الذي دائبت على ذكرها كل عام في مثل هذا اليوم حلت يوم أمس الذكرى سادسة عشرة لغزو بغداد وخلالها عاش العراقيون نكبات وكوارثة في الأرواح والثروات رشيد الخيون يقول في صحيفة الاتحاد الإماراتية إنه حتى هذه اللحظة ليس هناك إحصاء للرؤوس التي قطفت ومن دون شك قد بلغت ألافا مؤلفة بينها أكثر من 250 إعلاميا وصحفيا وكاتبا نهيك عن اغتيالات مدرسي وأساتثة الجامعات يضاف إليهم الأطباء والفنانون والحلاقون نهيك عن جرائم الاختطاف أما الثروات فالفساد بلا حدود أقفلت المصانع والمزارع ولم يبقى ما يستحق الذكرى من ولد في ذلك اليوم التاسع من نيسان 2003 بلغ سن الشباب سنتان وسيشارك في الانتخابات وعندها سيشارك في إقرار سياسة البلاد متشبعا بالخطاب الديني ترك خلالها المدرسة سنويا نحو نصف العام حيث المناسبات الدينية التي لا عد لها وجد أمامه أضرحة جديدة توزع ذهنه بين خطباء المنابر من قصاصية الشعوذة مع واقع بائس لبلد يعد من أغنى البلدان فتح عينيه على التحشيد المذهبي وكم من أترابه عاد في التوابيت بدافع معارك حماية الأضرحة قتل مقابل 500 دولار شهريا لأنها فرصته الوحيدة أما الذين جندوه وحشدوه فليس عليهم غير عمل التشيع الجماعي بمواكب أعراس الشهادة إنها 16 عاما من الوهم والضياع يعيشها العراقي من الابتدائية إلى الجامعة حتى جاء زمان تشكل لجان من العمائم للإشراف على الجامعات ينزل عميد كلية لتوزيع الطعام على المواكب واضع طبق الطعام على رأسه وكأنه خرج من كهف أمضى فيه قرونة آخرها خرج أحد خطباء المرجعيات والمتنفذ بأموال العتبات الدينية التي حملها الواهمون له يغريهم بالفقر في الدنيا مقابل غنى الآخرة بأكثر وهما من سكوك الغفران لكن قرون العراق الوسطى ليس فيها فائر كمارتين لوفر كينغ الكتب يرى أنه عقب 16 عاما من الوهم لا بد من وضع حد والبدء بمكافحة الفساد من الكبار وأن يكون الاتفاق مع أي دولة بشروط أولها نزع سلاح الجماعات الموالية لها لأنها الحامية للشعوذة والانحطاط تنظيف القضاء من الفاسدين بالعدالة إبعاد العراق عن أحلاف مقاومات أو ممانعة أن تكون سياسة واضحة إذا الدول الأقليمية كافة عد هذا سيبقى الوهم سائدا ولو بعد مئة عام أحيت رواندا الدولة الأفريقية الأشهر عالميا على صعيد الإبارة الجماعية والتطير العرقي في السابع من نيسان الذكرى الخامسة والعشرين لبداية الحرب الأهلية بين الأكثرية من قبائل الهوتو وأقلية قبائل التوتسي التي أدت إلى سقوط قرابة المليون قتيل حامد القيلاني يرى في صحيفة العرب الألدانية أنه في العراق يمكن لتجربة رواندية أن تضع كل خبرتها القصيرة في خلاصة ردم مستنقع الانتقام وذلك باتخاذ قرار لعودة إلى الظروف والمناخات المسببة للهوس والتوحش الذين تحول في رواندا خلال أشهر قليلة إلى درس بليغ لشعوب العالم بعد 16 سنة من نتائج الاحتلال الأمريكي استقرت الأقلية على مفاهيم جديدة خارج حسابات وتشوهات ولادات حكومات الاحتلال وما نتج عنها من إبادات موثقة في خطابات زعماء الأحزاب والميليشيات والتي سبق وأن لوحت بالإرهاب كعصاً ماكرة لتنفيذ مناهج الإبادة بما يؤمن لها تحشيد قوات التحالف الدولي وإطلاق سراح يد الميليشيات الإيرانية لتكون بديلاً للحرس الثوري في العراق وتحت حماية النظام وقانون البرلمان والأهم من ذلك فتوى المرجعية المذهبية الأقلية في العراق بعد انتهاء فصول الحرب الأهلية بإبادات وخسائر بشرية تتفوق كثيراً على ما حصدته مناجل وصواطير قبائل الهوتو في رواندا من أرواح الأبرياء نزوت في نظام سياسي أقلي بكل معنى الكلمة مقابل ما يمثله شعب العراق من أغلبية قادرة أن تقرر في لحظة حاسمة مصير العراق الوطني ومستقبله الإنساني العراقيون منذ نيسان عام 2003 وقعوا في فخ احتلال مزدوج أطبق عليهم تماماً لذلك فإن أي نظام سياسي وطني لا يمكن أن يساوم على العراق أولاً استجابة لما تمليه عليه ولاية الفقيه من توصيات تسيء إلى إرادته الخالصة في مصالح شعبه وكرامة مواطنيه على أرضهم أو بالخلط والإيهام واللعب بالألفاظ والمعاني لتبرير الولاء للأجنبي سواء كان هذا الأجنبي أمريكياً أو إيرانياً وبحسب الكتب فإنه لا دولة من دون مواجهة الحقائق والاعتراف بأن العراق ذاهب مرة أخرى إلى منزلق الصراعات بالنيابة على أرض دولة من دون رؤية ومشروع خاص بها وبشعبها ستظل حبيسة لمشاريع الآخرين وأجنداتهم دولة بأكثر من ستين ميليشيا خاضعة لأوامر المرشد الإيراني في العراق معناها سراعات مسلحة وتصفيات ومناوشات واشتباكات وفتاوى دم ومداخلات لقوى وإستراتيجيات دول عظمى وكبرى أكرت صحيفة الاندبندن البريطانية أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر يقود البلاد إلى قتال دموي وذلك من خلال محاولته السيطرة على العاصمة طرابلس وخوضه مواجهة مع قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وهو ما سيدخل ليبيا في حلقات صراع أخرى أسوأ مما حصل في العراق وسوريا وقالت الصحيفة في افتتاحيتها أن حفتر الذي يعد وريث القذافي ينتهك قواعد الحرب بشكل عرضي ليس أقلها ما يقوم به الآن من تفجير لمطار العاصمة الليبية الصحيفة أوضحت أن وجود قوات حفتر على بواب طرابلس يفتح الباب واسعاً أمام سيناريوهات عدة متسائلة من سينقذ ليبيا وبيّنت الصحيفة أن هناك عدة جهات تخوض حرباً بالوكالة في ليبيا وما يحركها طبعاً المصالح النفطية حيث تبدي بعض الأطراف الدولية دعماً لهذا الطرف أوذاك وتشير الصحيفة إلى أن حفتر وانطلاقاً من قاعدته في شرق البلاد عمد إلى السيطرة على المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط في حرب خاطفة حقق فيها الكثير من المكاسب السريعة وتضيف الصحيفة أن ذلك شجعه على الزحف للاستلائع للعاصمة طرابلوس ومعها بقية أجزاء البلاد المتبقية التي لم يسيطر عليها بعد ومعظمها تقع في مقاطعة طرابلوس الغربية القديمة وتردف الصحيفة بالقول إذا متحدت ليبيا في ظل هذا الدكتاتور المحتمل وتلميذ القذافي فإنها ستنهار فهجوم حفتر يذكرنا بالاستراتيجية القاسية لبشار الأسد وتلفت الصحيفة إلى أن على حلفاء حفتر وداعميه إبلاغ هو أن لا حل عسكري في ليبيا لأنه يفضي إلى إلغاء العملية السياسية ولن يقود إلى نتيجة ومن ثم فإن عليه ممارسة ضبط النفس فلا أحد يريد لوريث القذافي أن يحكم ليبيا مجددا وتختتم الصحيفة بالقول إن الجزء الأكبر للخلل الذي حدث في ليبيا عقب انهيار مرحلة القذافي هو الفشل للتخطيط لما بعد إزالته تماما كما حصل مع العراق قبل 16 عاما المفارقة وفق الصحيفة أن ليبيا التي تعد من أغنى بلدان العالم لما تمتلكه من ثروة النفطية يعيش شعبها بالحد الأدنى وتعاني من تجدد الصراعات من وقت لآخر من أجل السيطرة والاستحواذ من جديد تواجه طهران صعوبة في كيفية الرد على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يترك لطهران إلا خيارين لا ثلثة لهما إما الجلوس على طاولة المفاوضات للبحث باتفاق نووي جديد وإما المواجهة مصطفى فحص يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن طهران المحاصرة بعقوبات شديدة تعلم أن في الخيارين حسابته ربح ضئيل ستكسبه بشروط وخسارة قاسية لن تقدير على تحملها وأن هذه الإدارة مصرة على استخدام كل أنواع الضغوط من أجل إجبارها على القبول بحوار جدي للوصول إلى اتفاق جديد تصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية يجعل احتمال الاحتكاك المباشر أو شبه المباشر بين عناصر فيلق القدس النشطين في أكثر من دولة يوجد فيها حضور أمريكي كبيرا ومؤثرا هذا الاحتمال يفرض على حكومات هذه الدول اتخاذ تدبير إما تتوافق مع قرارات واشنطن والاستعداد لتحمل تدعياتها وإما رفضها ما يضعها في عين العاصفة الأمريكية فنظام طهران الذي انتقل إلى معركة الدفاع عن النفس متأثيرا لتركيبته التي لا تساعده على القيام بأي تنازلات تخفف عنه وطأة الحصار الأمريكي فشرعيته التي يستمدها من فكرة العداء للغرب ستتعرض للتفكك في حال قبل بالتراجع عن بعض من مواقفه لذلك من المرجح أن يلجأ النظام إلى خيار التشدد حفاظا على مكاسبه ودفاعا عن بقائه وإذا كان من الصعب التكهن بردات فعل الداخل الإيراني المحتقن نتيجة العقوبات الاقتصادية وهدر الثروات الوطنية على المشاريع الخارجية فإن حماية النظام في الخارج تحمل الباسداران مسؤولية الدفاع عن مصالح إيران الخارجية ونفوذها الاستراتيجي الذي حققته عبر قوى عسكرية واقتصادية غير حكومية من المرجح أن تكون تحت المجهر الأمريكي في الفترة المقبلة خصوصا أنها من المفترضية أن تشكل الآدات التي سيستخدمها الحرس للرد غير المباشر على القرار الأمريكي الكتب يقول أن واشنطن أصدرت في الثامن من نيسان قرار القبض على الحرس الثوري وهو ما يتزمن مع ذكرى احتلال العراق فهل يجعل هذا التزامن في التواريخ النظام الإيراني يعيش تحت هاجز التاسع من نيسان إيراني ليس بالضرورة يقول إنما يكون نسخة طبق الأصل عن العراقي لكنه إما أن يمهد لانحصار النفوذ الإيراني في الخارج أو يفتح الطريق لتغيير من الداخل نشرت صحيفة الغارديان مقالا للأكاديمية المتخصصة في الثقافة الإيغورية في جامعة لندن راشيل هاريس تصف فيه أحداث التكتيكات في الحرب الصينية ضد مسلمية الإيغور وتشير الكاتبة إلى أن أحد النشطين قام بنشر صور أقمال صناعية لمسجد تاريخي في منطقة هوتان الجنوبية ويعتقد أن هذا الصرح المعماري الشامخ الذي يعود تاريخه إلى عام 1237 أصبح قطعة أرض منسوحة الكاتبة تشير إلى أن المراقبين وصفوا أفعال الصين في إقليم السنجان بأنها أفعال دولة الجرافات وهو وصف صريح لما يتم من تدمير وتغيير لمعالم منطقة وشعبها وكانت المساجد من أوائل الأهداف للحملة ضد التطرف الديني وتضيف الكاتبة أن صحفيا قام بزيارة المنطقة الشرقية في عام 2017 وعلم من المسؤولين المحليين بأن أكثر من 200 مسجد من أصل 800 مسجد في المنطقة تم تدميره وأن 500 أخرى تم تدميرها عام 2018 ويقول السكان المحليون بأن مساجدهم تختفي بين ليلة وضحها حيث يتم تجريفها دون إنذار وتقول الكاتبة أن المساجد ليست إلى الأهداف الوحيدة بل إن هناك مدن كاملة تتم إعادة تصميمها لتسهيل أكبر قدر من الأمن ومراقبة السكان المحليين وتم هدم مواقع ذات قيمة معمارية عالية مثل مدينة كاشغر التاريخية وأعيد بناؤها لمناسبة احتياجات ما تدعي الحكومة أنها صناعة سياحة رائجة في إقليم سنجان وتلفت الكاتبة إلى أنه لا يتم تدمير البنايات التراثية فقط بل إن الجرافات تعمل على هدم المجتمعات المحلية وثقافة الناس وحياتهم فالممارسات الدينية اليومية أصبحت تقريبا محظورة في سنجان وابتلي الناس بتكنولوجيا التجسس من حواجز وبرمجيات التعرف على الوجه ومسيحات أجهزة الهاتف الخليوي بالإضافة إلى زيارات البيوت للتعرف على الأشخاص المعرضين للتطرف وتشير الباحثة إلى أن الدول الإسلامية فشلت في شجب ما تقوم به الصين وأنها شجعت على ما تفعله ضد أقلية الإيغور في إقليم سنجان وتختتم بالقول أننا مدينون للناس الشجعان الذين يرفعون أصواتهم في وجه المضايقات المباشرة من قوات الأمن الصينية لإبقاء هذه القضية ثابتة على الأجندة الدولية اجتازت طائرة فضائية تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمسة وعشرين مرة اجتازت اختبارا هاما في مجال السفر الجوي حيث تتميز الطائرة بسرعة قادرة على نقل مسافرين من لندن إلى نيويورك في أقل من ستين دقيقة وقال موقع الخليج أولاين إن شركة ريكاشن إنجينس ومقرها إكسفورد تعمل مع وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء البريطانية على تصنيع الطائرة الثورية وعملت الشركة على اختبار نموذج مبرد للطائرة وهي تقنية تسمح لها بالسفر بسرعة أكبر من أي وقت مضى حيث تحتوي ألاف الأناديب الموجودة داخل جهاز التبريد المسبق على هاليوم سائل يمكنه تبريد الهواء في أثناء اندفاعه عبرها ويعد أن نموذج المبرد ضروريا في تطوير الطائرات لأنه يمنع المحرك من الانسهار عن طريق خفض درجة حرارة الهواء الخاضع للضغط في المحرك من أكثر من ألف درجة مئوية إلى درجة حرارة الغرفة في أجزاء من الثانية والآن إلى الكركاتور اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة